الحقيقة بس عايزة أكد على حاجة أنه إحنا بنعتبر السكر في الأطفال مش مرض بنعتبر السكر صديق حتى دلوقتي في كل العالم بيقولوا Children living with diabetes الأطفال المتعايشين مع السكر وبالتالي يعني أنا بأكد على كلام حضرتك أن المفروض الطفل المتعايش مع السكر ده نعتبره طفل طبيعي تماما في المدرسة لا يحرم من أي أنشطة تعليمية من أي أنشطة رياضية ما يعاملش خالص على أنه مختلف يعني فيه دور الحقيقة للبيت وفيه دور للمدرسة إدارة المدرسة وفيه دور للمجتمع وفيه دور للإعلام بالنسبة لدور البيت أول حاجة أنه اهتمام بصحة هذا الطفل قبل ما يدخل المدرسة يعني متابعة مع استشاري السكر السكر في الأطفال الطفل معتمد على الإنسولين لازم ياخد جراءات إنسولين لازم ياخد غذاء صحي زي أي طفل تاني لازم يكون فيه متابعة دورية للسكر ولازم يكون فيه موارسة الرياضة الأهل مش المفروض يخبوا على المدرسة إن الطفل عنده سكر لأن فيه أهالي كتير بيخافوا من فكرة الشفقة وكده فبيخبوا على المدرسة على الجانب الآخر المجتمع مش المفروض يبص للطفل المتعيش مع السكر ده إنه مختلف أو إنه يبقى فيه تنمر لي أو إنه مثلا المدرسة تخاف إنها تشيل المسئولية أو تقوله ما تدخلش حصة الألعاب أو أقعد في البيت أو خد أجازة لا لازم التعامل معاه على إنه شخص طبيعي تمام ولكن هو لازم يكون فيه تعاون بين البيت وبين المدرسة يعني الطفل ده لو هو بياخد إنسولين لازم يبقى فيه زي حقيبة صحية أو شنطة صحية موجودة في المدرسة خاصة بطفل السكر فيها الإنسولين بتاعه فيها جهاز السكر اللي بيتم متابعة السكر وهو في المدرسة فيها بعض الأدوية اللي هي لو الطفل حس بهبوط ممكن ياخدها حقنا اسمها جلوكاجون أو جل سكر وبالتالي لازم يبقى فيه استعداد تام لازم يبقى فيه مشرف صحي أو ممرض في المدرسة على دراية تامة بالسكر إيه هو السكر؟ ليه؟ لأن الطفل ده ممكن يتعرض مثلا لهبوط في السكر يتعرض لارتفاع في السكر ممكن يحس بالجوع يحس بالدوخة المدرس يقوله أنت بتتدلع أو استنى مثلا لحصة البريك الهبوط ده ممكن يتمادى فيه فلازم يكون فيه دراية من المدرسة إيه طبيعة السكر؟ إن الطفل ده بيحتاج إنسولين إن الطفل ده بياخد غيزة سليم إنه لازم يقى فيه متابعة للسكر إنه يبقى فيه دراية بأعراض الهبوط الطفل مثلا لو حس بدوخة زغلالة المدرس حس إنه مش مركز كويس في الفصل ممكن يلجأ بقى للمشرف الصحي أو الممرض اللي هيقسله السكر لو لقى فيه هبوط في السكر هيا قدسله